قل إن كنتم تحبون الله إذا نحيى على لدى دعوة للخلق لنجمع الخلق إلى الحق بالحب السوفي ده إنسان وصل إلى الله يقول تنازع الناس في السوفي واختلفوا جهلا وظنوه منسوبا إلى السوفي هل أنت سوفي؟ أتمنى أن يخلع الله سبحانه وتعالى هذه الخلعة علينا ونتحقق بوصفه لأن التصوف هو مقام بحسن ويبقى هنا عرفت التصوف بعديد جميعا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آلي وصحبي وسلم يا شيخ ما معنى طريقه لله؟ هذا سؤال احنا كل يوم بنطلب من ربنا في الخمس صلوات تقول اهدنا الصراط المستقيم هذا هو طلبك الوحيد وأنت واقف بين يدي الله وتطلب من الله أن يوصلك إلى الطريق المستقيم ما هذا الطريق المستقيم؟ طريق لا ينتهك أربع أشياء لا يخالف الأديان ولا يقتل الإنسان ولا يدمر الأوطان ولا يبغض أمة النبي العدنان إذا كان الطريق هكذا يتفق مع الدين يحفظ أمن الوطن وسلامه يحفظ على الناس مودتهم وسلامهم وحياتهم يعني نقدر نقول أنه حياه في سبيل الله إذا كان هذا الطريق لا ينشر البغضاء والعداوة والقتل فنحن جميعا نقول أن هذا هو الطريق إلى الله المبني على احترام القرآن والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصالحين والاقتداء بالعلماء العاملين والتعلق بأهل السير إلى الله الطريق إلى الله كل حركة وسكون وفعل وقول وسكوت يراد به وجه الله ما معنى هي على الوداء؟ حياة على الوداء نداء أطلقناه لنجمع الخلق للحق بالحب عشان ننادي الناس تحب طب أنا اللي عملته واللا دا يتطابق مع مدلول الكتاب والقرآن والسنة الله سبحانه وتعالى نادى الناس وقال إيه قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إذن الله نادى من يحب إلى اتباع الرسول ليصل بالحب والاتباع إلى رتبة من يحب إلى من يحب تهمتني؟ إذن الله ينادي من يحب قال قل إن كنتم تحبون الله ولا قل إن كنتم تعبدون الله؟ قال لا قل إن كنتم تحبون الله بتحبوا ربنا؟ تابعوني يبقى حب الأول وبعدين اتباع نصل بالحب والاتباع إلى إيه؟ ما قالش تدخلون الجنة ده هيحصل لكن يحببكم الله إذن عشان كده ما لقيتش غير المحبة نداء خدته من الآية دي تعالوا نحب حي على الوداد زي النبي عليه الصلاة والسلام ما قال حي على الطهور المبارك حي على الصلاة حي على الفلاح إحنا جبنا حي على الوداد من إيه؟ من القرآن قل إن كنتم تحبون الله إذن حي على الوداد دعوة للخلق لنجمع الخلق إلى الحق بالحب لأن الإسلام رحم الإنسانية ورحمتها يبقى يلا نحب عشان نعيش في حب الإنسان يرحم جاره ده حب الإنسان يحفظ على صلواته هو ده الحب الإنسان يحفظ على زكاته هو ده الحب الإنسان يحفظ على السلام المجتمعي هو ده الحب الطالب يزاكر علشان يبني مجتمع هو ده الحب الأمة بتحافظ على أسرتها هو ده الحب هو ده الإسلام هو ده الدين هو ده اللي ربنا عايزه مننا يا عباد الله حبه ليس بعد الحب زم جاء في القرآن آية وهي للقلوب طب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا هل أنت سوفي؟ والله كلمة هل أنت سوفي؟ هذا شرف لا أدعي فرق كبير بين صوفي وسائر إلى الله السوفي ده إنسان وصل إلى الله يقول تنازع الناس في الصوفي واختلفوا جهلاً وظنوه منسوباً إلى الصوفي وَلَسْتُ أَحْسَبُهُ إِلَّا فَاتًا إِلَّا فَاتًا إِلَّا فَاتًا صوفي حتى سمي الصوفي فنحن نرحف للكلام ده لكن نحب أهل التصوف نحبهم ونتعلق بهم ونحاول الاقتداء بهم لأن التصوف معناها عميق عارف معنى التصوف إيه؟ أن تعبدوا الله كأنك تراه ومن يصل إلى هذا الكلام؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك إما أن تكون في مقام المراقبة أو في مقام المشاهدة إحنا لسه مشين مرة بنعمل زنوب ومرة بنصال لكن بنحبهم عسى أن الاتباع مع الحب يحمل السائر إلى دوائر ترفع السائر الحائر إلى رتبة المعية مع الواصل لأن المحب مع من أحب يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما جاءوا يا رسول الله أنا لا يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل في الإسلام شيئا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم ده مؤهز هو التصوف وإحنا واحد تاني رح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ليس عندي ما أخبرني عن الساعة قال ماذا أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام غير أني أحب الله ورسوله قال أنت بهذا الحب مع من أحببت يوم القيامة سيدنا أنس فرح قال ليه فرح قال أنه النبي فتح باب أمل للسائر لما وصلش الرتب الأولياء والصالحين والعلماء والصحابة أنه يقدر بالحب إن أخلص وهذا الحب ولد فيه القدوة وهذه القود وددت فيه العزم وهذا العزم ولد فيه الإخلاص وهذا الإخلاص تبعه نية وهذه النية خلقت عملا صالحا قصد به وجه الله ولو كان قليلا أنت مع من أحب أنت مع من أحببت هذه تجعل المحب مع المحبوب ولينا في قصة أهل الكهف كلام لأن أهل الكهف يقولون تشقى بحب أهل بيت النبي قلت هذا قول غاوي غبي ساعد كلب بصحبة أهل كهف فكيف يشقى من أحب أهل بيت النبي هذا الكهف ما فعل مثل أهل الكهف لكنه أحبهم أهل أنت صوفي أتمنى أن يخلع الله سبحانه وتعالى هذه الخلعة علينا ونتحقق بوصفها لأن التصوف هو مقام الإحسان التصوف هو الصدق التصوف هو الإيمان هو الإخلاص هو إخلاص الإرادة التصوف هو السخاء هو الكرم التصوف وصفهم بسيط وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون مش محتاجين نسأل واحد أنت متصوف ولا لا لأن سيدي قال التصوف هو خلق فما زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في التصوف إن لقيتني صادق أبقى صوفي أو على الأقل أبقى مسلم إن لقيتني أمين يبقى ينفع تقولي أنت أصوف إن لقيتني حافظ لحدود الله متحقق بصلواتي محافظ على صلواتي أصوفي لكن هل أنت أصوفي الله هو اللي يعرف لكن التصوف هو أن يتحقق هذا الظاهر بهذا الباطن أن يستوي ظاهر أقوالك بباطن أحوالك وإن لا سقطت في أوحالك ما هو التصوف؟ التصوف من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين التصوف وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولهم يحزن التصوف إن الذين قالوا ربنا الله كلامه ثم استقام تطابق الظواهر مع الجواهر والتصوف هو تزكيت النفس من رزائلها ولذلك يقول سيدنا الشيخ محمد زكيد دين إبراهيم إن التصوف تحقيق الخلافة في أرض الإله وإلا فهو تحريجه إن التصوف تحقيق الخلافة في أرض الإله وإلا فهو تهريجه هو الكتاب وما جاء النبي به وكل شيء سوى هذا فمحجوجه التصوف هو قول الله عز وجل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ذكر بس ما يعتبرش كمال في التصوف دي وسيلة للوصول إلى التصوف إنما يكتمل التصوف وقت ما نقول اذكر اسم ربك تبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا حصل إيه؟ الذكر أسر في الصفاء فيبقى أنا عرفت التصوف تعريف جميل هو التحلي بكل كمال والتخلي عن كل نقص كل حاجة حلوة تبقى تصوف كل حاجة تتطابق مع الشرع تصوف طيب إحنا نقدر نقول بقى إن قيام الليل من التصوف قيام الليل من التصوف الكرم من التصوف الكرم من التصوف حب أهل البيت من التصوف من التصوف ما الفرق بين حب الصوفية لأهل البيت وحب غيرهم لأهل البيت الصوفية أحب أهل البيت بميزان معتدل بميزان معتدل أحب أهل البيت ولم يعبدوه ولم يصلوا بهذا إلى الغلو إنما أحب أهل البيت باعتدال كما أحبهم الصديق رضي الله عنه وكما أحبهم الفاروق رضي الله عنه ولذلك كنت كتبت قصيدة في هذا المعنى أقول وبعد فإن الحب خير عبادة إما إذا صادف التوحيد في أقوالي وحبي لأهل البيت حال محقق كما جاء في الشورى ولست أبالي وقدوتي الصديق في حب عترة وإمامي الفاروق في أقوالي فهيا بنا لكمالهم ولطهرهم لعفافهم وسطية بالحب لا نعدو ولسنا نغالي بميزان اعتدال نحب أهل البيت ولا نعبدهم ونقيم السنة وليس فينا متطرف واحد هل كان هناك تصوف في أهل الصحابة؟ العلوم بأصلها كلها كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن مسمياتها وما أطلق عليها من أسماء استحدثت ما كانت في عهد الصحابة يعني لم يكن في عهد الصحابة علم اسمه علمه وصول التفسير بهذا المسمى لكن هذا العلم وصل منين؟ من حياة الصحابة ما كان في علم اسمه علم أصول الحديث ما كان في علم اسمه علم التقويد ما كان فيه لكن التقويد كان موجودا الحديث الشريف كان موجودا السيرة النبوية هي النبي عليه الصلاة والسلام فكون أن هذه الأسماء ما أطلق عليها كذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء اسمه سلفي لكن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تنزلات الآيات الكريمة وأخلاق تحقق بهذا القرآن حتى بدت هذه الأخلاق فكان القرآن هو كتاب الله المستور والنبي أصحابه هي الآيات المنشورة التي تتحرك فنعلم منها الصدق ونعلم منها الحلم ونعلم منها البركة ونرى فيها النور جاء المتأخرون بعد ذلك فسموه تصوف والتصوف من الصفاء تاء التصوف تقديس من العلل والصاد صفو على ود بلا حجو والفاء والواو ود بلا وصل ولا فصل والفاء فيض وفتح عالي الرتب فهل هذا التصوف لم يكن موجود في عهد الصحابة دي علا بقى يمسكها الإخوة الذين يشويهون هذا المنهج وهذا الضرب المبارك لا طبعا لأنه ما كانش فيه على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بقية العلوم بأسماءها هذه إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئله أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى هذا هو بعض الناس يقولون أولماء تصوف حبيب عمر هذا أولماء تصوف كيف رؤيكم حبيب عمر جاء ليزور إندونيسيا فاجتمعت الناس له من شرقها وغربها هؤلاء الذين يعترضون على هذا المشهد لابد أن يراجعوا ما صح في الخبر أنه جاء فقال إن الله إذا أحب عبداً من علامات حب الله للعبد نادى جبريل يا جبريل إني أحب عبدي فلان فأحبه ثم ينادي جبريل في أهل السماوات يا أهل السماوات إن الله أحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماوات ثم يقول ثم يوضع له القبول في الأرض ليه في تفسير هذه المسألة معنين المعنى الأول ثم يوضع له القبول في الأرض أي أن الله يقبل عليه بقلوب الناس هذا ولي من أولياء الله جاء ليجمع الناس على الله ولا يدلهم على نفسه ليقول الله ولا إله إلا الله اتقوا الله اعرفوا الله هذا رسول الله أحبه رسول الله ما دام يجمع الناس على الفضائل فهذه علامة الولاية طيب هل هذا الرجل جمع الناس بالقوة ليحبوه ولا هي قلوب وهذا يا أخي سيدنا إبراهيم عليه السلام قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير زيزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم هذا دعاء سيدنا إبراهيم لأهل البيت أن قلوب الناس دائما تتعلق بهم مش زنبنا قلوب الناس هي اللي بيتعلق بهم هذا الرجل دعا الناس لتحبوا هذا الحب ولا الله اللي وضع له القبول في الأرض هذا الله اللي وضع القبول في الأرض لعلامة لابد أن الإنسان يراجع إيمانه ويراجع الدينه عند التعرض لأولياء الله وعند التعرض للصالحين من عباد الله وعند التعرض والتصدي للعلماء وإلا تحول الإنسان إلى شيطان وأطاع الإنسان هواه لأنه فرق كبير بين النفس والهوى الهوى هو معاندة الحق أما النفس فقد يكون في مخالفة الحكم لغاية مخالفة الحكم الله قد يتوب الله قد يعفو إنما معاندة الحق قد أخرجت إبليس رغم العبادة ورغم ما كان له من الملائكة في السماوات من بين الملائكة إلا أن الغيرة والحقد الأعمى على مراد الله من خلق الله سيدنا آدم أخرجه هذا القلب الأسود أخرجت وهذه الظلمانية من معية الملائكة من الحياة في سبيل الله ترد وقيل لا أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين هذا كله لما؟ لأنه اعترض إلى مراد الله في خلق الله وعلامة الحب يا سادة هذا جمع الله القلوب هذا المعنى الأول المعنى الثاني ثم يوضع له القبول في الأرض الله يجمع قلوب الناس ثم يوضع له القبول في الأرض المعنى الثاني الله سبحانه وتعالى يجعل العبد ده سبب في إيصال كثير من الناس إلى معرفة الله في أن تستدل به كثير من الناس ولذلك الولي في الأرض يا عباد الله عبد هو نائب نائب عن الحق في الخلق وجامع للخلق إلى الحق يشير بأصابع الدلالة على الله وله من الشفاعة من الدلال عند الله ما أن يجبر الله به كسر العجازة فتوضع له القبول في الأرض فالذي يعترض هذا أعتقد أنه ما قرأ هذا الحديث لابد أن يراجع بين قصين ثم يوضع له القبول في الأرض هذه علامة من علامات الصلاحة أن الله إذا حب عبدا ولذلك الشيخ بن عطاء الله السكندرية رضي الله عنه يقول من أذن له في التعبير حسنت في أسماع الناس عبارته بن أراد لهذا يتكلم الناس تحسن العبارة يقع الكلام موقع الهداية فأرجو من الذين يتعرضون للصالحين وللعلماء وهذه سنة الله في كل من دعا إلى الله من دعا إلى الله لابد أن يبتل بأربعة أشياء بحسد العلماء وطعن القهلاء وشماتة الأعداء ولوم الأصدقاء كما قيل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ساحر مجنون كاهن صوفي دي كلمة سهلة قيل في النبي ما هو أشد ولذلك يقول والله لو صحب الإنسان جبريل خليل ما يسلم المرء من قال ومن قيل قالوا على الله أقوالا مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيله قالوا له صاحبة قالوا له ولدا إن كان هذا قيل في خالقنا فمن الذي يضرنا إن قيل فينا بعض ما قيله لكن أولياء الله أولياء الله ولا يعرف الأولياء إلا الأولياء ولا يصد عنهم إلا الأشقياء ولا يصد عن محبة هؤلاء الناس إلا من في جيبه حرام أو في قلبه تعلق بحرام لأننا لو قرأنا قال ومن زريتي قال لا ينال عهد الظالمين فطريقنا هذا يأبى من أصر على كبيرة أو روحه في سجن هواه أسيرة أقول لهؤلاء المعترضين راجعوا جيوبكم راجعوا قلوبكم السوفي يحترم الأولياء هل هذا غول في الدين السوفي يحترم الأولياء القرآن احترم الأولياء القرآن قال ألا إن أولياء الله لا خوفون عليهم ولهم يحزنون القرآن ذاته مجد الأولياء عندنا لا خوفون عليهم ولهم يحزنون في القرآن 15 مرة منها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزن كيف الصوفي إذا كان يحترم الأولياء فهو مع كتاب الله الصوفي إذا كان يحترم القرآن فهو مع سنة رسول الله لما قيل من عاد لي وليا فقد أزنته بالحرب لكن فرق كبير بين أن أحترم الأولياء وأحب الأولياء وبين أن أعبد الأولياء هذا والحمد لله ما حصل في أمتنا لأن هذه أمة محفوظة من الشرك قال صلى الله عليه وسلم أنا لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ففرق كبير بين أن نحترم الأولياء هذا أمر منصوص عليه في القرآن هذا أمر حذر من المخالفة فيه الحديث لما قال من عاد لي وليا فقد أزنته بالحرب وإلا راجع معي في سورة الفجر يا أياتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباده وادخلي جنته في سورة الفجر قدم الدخول في عباد الله الصالحين قبل الجنة علامة على أن الدخول في سكة الصالحين وفي طريق العارفين مهد علامة دلالة من دلائل الجنة في عالم الدنيا من مؤشرات الدخول إلى الجنة ألم يقل سيدنا سليمان عليه السلام وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وادخلني برحمتك إذن الدخول في كنف هؤلاء بالاتباع والاقتداء والحب درب من دروب العناية نظرة من نظرات العطف الإلهي على الإنسان وما جعلت الأولياء إلا للاقتداء والمحبة إذا اقتديت به وسلكت وصلت وإن عجزت أحبوك فوصلت يعني نعين من الناس سالك مجتهد فهذا مقتد واصل سيره حتما سيوصله وعاجز محب يقول أحدهم من أحسن فهو لنا ومن أساء فنحن لنا فحب سيدنا يوسف قال إيه وألحقني بالصالحين إذا كانت الأنبياء تمنت الدخول في الصالحين الحق بالصالحين القرآن لكن على شريطة ألا نرفع أحدا فوق دائرة كونه عبد ولا نمجد في أحد لدرجة العبودية نحن نحترم الأولياء ونحب الأولياء ونتعلق بالصالحين ونتوسل بذلك إلى الله عسى الله أن يكرمنا بهم أنت تدعو إلى الحب والكثيرون يتفكرون بالعقل كيف يقول أنا أدعو إلى الحب والكثيرون يتفكرون بالعقل النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى ذلك الحب فقال من أحب قوما حشر معهم النبي عليه الصلاة والسلام الله جعله يدعونا إلى الحب لما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون لست أنا فقط الذي دعوت أنا عملت كما قال القرآن بتحبوا ربنا اتبعوا نبينا تصلوا إلى حب ربنا فالرسالة الإسلامية الإسلام كله حب الإسلام كله حب إبليس عبد وما أحب سيدنا آدم أحب فلم تضره المعصية ولم تضره الجناية عناية المحبة عصمته من الجناية من عقوبة الجناية بعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى أكون أحب إليه من نفسه من نفسه التي بين جنبي حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبي إذن نحن مأمورين نحب النبي عليه الصلاة والسلام أكتر من أنفسنا نحب الأولياء نحب آل البيت لما الله سبحانه وتعالى قال في سورة الشورى قل لا أسألكم علي أجر إلا المودة ولا المحبة إلا المودة في القربة إذن حبهم دين يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة الله هذا الحب أمرنا أن نحب الله وأن نحب الدين وأن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن نحب أهل البيت وأن نحب أولياء الله الصالحين وأن نحب الإنسانية وكمان نحب نشفق على العاصي ونكره المعصية نحن لا نقره العاصي نحن نقره المعصية نحب كل شيء إلا المعصية إلا الكفر لكن العاصي نشفق عليه ماذا كنت تقصده بكتابكم الإسلام مدرسة الحب الإسلام مدرسة الحب كتاب كتبته في المدينة المنورة من فكرة يعني أشفقت على كثير من من إخواننا وبناتنا وأولادنا الذين تاهوا في معركة الجدل بين التيارات الإسلامية ومما نشأ في بعض المواجيد اليأس والإحباط وعدم استقراري على فكرة دينية أسير عليها فقلت الشيء الجامع لكل الناس هو الحب حتى الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذا العالم الإنساني بالحب وخدت من اسم الودود مادة شرحت بها هذا الكتاب عايز أحرف ودود يعني إيه الودود هو المحسن المحب لمن أحسن ولمن لم يحسن المحسن على من أحسن والمتجاوز عن من أساء الودود هو الغني المغني المتفضل المتعطف الذي يحسن التجاوز عن عباده الذي سبق حنانه إحسانك وما بادرك بالعقوبة وعجلها لك وقت عصيانك الودود هو والذي لا يخلق فاها وينساه الودود هو من؟ هو الذي خلقني من عدم وشرفني عايز أقول لكل الشباب يا جماعة ربنا خلقنا بحب إيه مازر حبه لنا في الخلق قال فإذا سويته أنا فإذا سويته يعني حتى إيدك وشق بصرك وفمك وعينك وإذنك بمحبة بحب ما سابش الملائكة تعملك لا صغط بإيده وبعدين ونفخت فيه من روحي حتى زين هذا الجسد الطيني بنفخة نورانية سيرتك أرقى من الملائكة إن تخلصت عن جراب الجسد لذلك كنت أقول أنت أكبر من هذا العالم والوجود إن أطعت ربك وأنت أصغر ما فيه وأصغر موجود إن اتبعت نفسك فإنت من حيث ونفخت فيه من روحي أكبر من هذا العالم قدرا أنما لو وكلت إلى جسدك واتبعت شهواتك تأقل حاجة هنا بقدر ما تعظم أمر الله يكون وزنك عند الله وبقدر ما تعصى الله تهون على الله لذلك هناك أناس أقول هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه ما تركه فالله من مظاهر حبه لينا عايز أقول للشباب اللي بينتحر رب اسمع معايا كده ربنا بيقول يا ابن آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو جئتني شوف وزن القرى الأرضية لو جئتني بقراب الأرض خطايا بقرابها يعني قد الأرض الكوكب ده من يقول لنا وزنه قد إيه لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء مجرد انبعاث نور التوحيد تمكن قلبك من التوحيد مجرد لحظة مجلس جلسته درس علم لحظة خشعت فيها كلمة قلتها لله في مرة في عمرك ثم لقيتني لا تشرك بي شيء لأتيتك بقرابها مغفرة هذا الكتاب عملته كده على هذا النسق علشان نقول للناس ما تخفوش الدين مزايل بعض الناس ما قد مصوراه كله نار عذاب ميزان حساب في شفاعة في رحمة في تجاوز هذه الآيات اللي نزلت تتوعد الكافرين هذا صعب تطبقها على على أهل لا إله إلا الله على الوجوه اللي سجدت والقلوب اللي خشعت والأبدان اللي رقت يا عباد الله لو تعلمون غدا ما يتو القيامة 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 صلى الله عليه وسلم القيامة يوم القيامة يوم فرح المؤمنين القيامة من مسمياتها من أسماء لو قلت الواحد عرف لي يوم القيامة ماذا يقول إذا تعلمنا في مدرسة الموت هيقول ويوم الحشر يوم الفضائح يوم النار يوم أنا أقول يوم لا يخزي الله النبي الذي نأمنه يوم القيامة تعرف عندنا يوم لا يخزي الله يوم ما يكسفناش اليوم ده اليوم ده اسمه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه اليوم ده هذا هو كان مدلول هذا الكتاب وأردت به أن أسوق الأمل في قلوب الشباب ليقبلوا على المربيين العارفين أهل السلوك وأهل المعرفة بالله لأن العالم العالم يدلك على العبادة والعارف يدلك على المعبود متشرف بفضوركم في نبويتي في يا شيخ أسأل الله العزيزي ورب العرش الكريم أن يحفظ هذه القناة الإرث النبوي القائمين عليها والرابط العلوية وكل ألبا علوي سيدنا الحبيب عمر وكل أولادهم وأحبابهم وطلابهم وينفعنا بأنوارهم وإسرارهم ومعانيهم ويعني أسأل الله أن يدي من نفع بهذه القناة يعني في كل ربوع الدنيا وينشر بها الإسلام والوسطية والمحبة ويسلك بنا مسالك أهل الله ويعرف بنا الناس على طريق أهل الله ويجعلنا ممن يقولون ويعملون سواء ولا يجعل أقوالنا تخالف أحوالنا ولا تخالف بواطننا رب نسألك يا ربك ما للظاهر والباطن يا رب نسألك صلاحنا وصلاح هذه الأمة نسألك فرجا لنا وفرجا لهذه الأمة نسألك مغفرة لنا وللأمة جميعا يا رب اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا عن أيماننا وعن شمائلنا اللهم لا تبتلينا بعلة ولا تجعلنا في غفلة ولا تأخذنا على غرة ولا تكتب علينا زلة ولا مزلة اللهم لا تنسنا ذكرك مِنَّا مَكَرَكْ وَلَا تَكْشِفْ عَنَّا سِتْرَكْ يَا رَحْمَ الرَّحِمِينَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِينَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِينَ صَلِّ اللَّهُمْ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمُمُونَ